الخبر اللي عادة على أحمد أبروب ومحمد جواني والمشكلة اللي صارت بيناتهم فبعد ما أحمد نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وصارت سهز بيه محمد جواني للدفاع عن نور مار محمد جواني طلع بث على تيك توك وصارتها الجنبي على أحمد أبروب فأحمد أبروب قرر أنه يرد على محمد جواني ونزل على سبب الإنستجرام هذا الستوري مع أنه في خلافات بيني وبين جواني بس من معرفتي فيه فكرت أنه أخلاقه أحسن بصراحة على العموم راح تنشى إذا سبني أكثر أو شو ما يعمل أنتوا جماعتي بليز لا سبوا وخلي عشاني لأنه والله غلط خلص تنشو خلاص طعم نزل وقت بعد أحمد أبروب نزل شوي تستوريات على سبب الإنستجرام يوبرو صاري سهز بيها بيارامار وبشيريني بيوتي أختها راح تقوم لستوريات شوفوها أوكي تجربة ثانية جوعة في جربة واحدة ثلاثة لا بس الفلتر بتحسوا هيك قلبه طيب بحاول يلم الشمل أوكي الثالثة نابتة معروف يلا هيا نجرب واحدة ثلاثة أوكي كشفتني يا فلتر ههي كرش وفصول الله أحباب اكتبونا بالكومنتات شارككم باستيزاء أحمد أبروب بيارا وشيرين محمى أجواني الخبر الثالي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فوال اليوتيوبر عادنا هو نور مارف النور مارف نور مارف نزع لسبب الإنستجرام شويتستوريت فهذا استوريت على مخيله أنه قاعد يصور مقطع هو بنات الفريق رح ننزل مقطع هذا القناة الثاني الساعة بالأربعة راتكم الستوريات تشوفوها يو جلدين كيف كون صورنا لكم فيديوهات كثير حلوة جميلة خاليكم جاهزين بكرة الساعة أربعة قناة الثانية فيديو جميل باي أما اليوتيوبر الثالي عادة فهو فريق ففنبولي وابتداء بيسان تيكت فبيسان نزلت على سبب الإنستجرام هذا الستوري وانتشحة بهذه الصورة اللي هو تليمي خلاله أنه اليوم رح تنزل فيديو وبعدها مريان نزلت على حسابها بالإنستجرام بشيط ستوريات وبهذه الصورة تكاتب الزارني ضيف وانتشحة كافيين من المختصر وانتشحة تنزل مقطع على قناة كافيين وانتشحة شخص من هو يا ترى فاكتبنا حبابل كومنتات مقطع من التحفزية أكتب الفريق ففنبولي وفريق نورمار الخبر الثالث اللي عادنا على سوكينا وصول حسابها بالإنستجرام المليون متابع في إن شاء الله ألف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب وطبعا لا تنسوني حبايب انه تباركوا لي بالكومنتات على هذا الإنجاز الخبر الرابي اللي عادنا على المتابعين وفضيحتهم نارين بيوتي انه هي مفترة برمضان في نارين نزلت هذا المقطع على قناته في اليوتيوب وهذا المقطع واما متابعي اللحظة وانه بالدخلقة 32 ثانية نارين بيش طلعت عصير وصارت تشرب ولكنه كأنه الدنيا رمضان مثل ما شايفين بهذه اللقطة والدنيا انهار اصلا يقولون انها مصورة فيديو قبل رمضان ولكن يوجد شغل ما تعرفوها يمكن اساسا عائلة بيوتي اساسا هي مصوم رمضان ودعا من الفترة الخاصة ويشيرين نزلت مقطع قبل سنة تقريبا هي جادت فاطرة برمضان روتينية برمضان وقعدت تشرب مي فما دل الصراح كتبنا يا حباب بالكومنتات توقعون هي صايمة او مجرد مقطع كان قبل رمضان تم التصويرها الخبر الخامس اللي عد عن من رياني الغريب ووصول حسابها بالانستجرام للستمئة الاف متابعة فان شاء الله الف مبروك واخبار المليون يا رب طبعا ما بقى شي ولا تنسوني يا حباب بالنسبة لكومنتات على هذا الانجاز وبوصول يا حباب نحن على المقطع اتمنى من تكونوا اضعوا لايك شكرا لكم حباب اتمنى من تكونوا اضعوا لايكات من وصول المقطع هذا ثلاثين الف لايك وبتشاهكم في ازيان خاتمك القصص مع السلامة